أهلاً بكم تطورات كثيرة ومتسارعة تشهدها الجزائر اليوم ففي الوقت الذي يستمر فيه الحراك الشعبي عبدالقادر بن صالح يجري مشاوراته من الجانب الآخر حملة اعتقالات تطال بعض رجال الأعمال الفاعلين بالإضافة لاستدعاء كل من أحمد ويحيا ومحمد لوكال إلى محكمة سيد محمد بالعاصمة والفساد اليوم أصبح أحد المواضيع الأساسية التي يتداؤلها الجزائريون بكثرة وبحالة من الترقب نتسأل ماذا تخفي المرحلة القادمة للجزائري دائماً أنتم على الجزائريون وتتابعون برنامج الحدث مشاهدين الأفضل أهلاً وسهلاً بكم وللإجابة عن تساؤلنا الأولي أسعد اليوم كثيراً باستطافة السيد الصدق أمين وهو باحث ومحلل سياسي سيد صدق أهلاً وسهلاً بك بالإضافة سيد خثير زرمان هو رئيس الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد سيد زرمان أهلاً وسهلاً بك شكراً لكم على قبولي الدعوة سيد صدق أمين أبدأ معك وأنت القادم من لندن ومرحباً بك إذن عودة ميمونة للجزائر كما قلنا في البداية حملة اعتقالات تطال الآن عدداً من رجال الأعمال الفعالين نتحدث عن رب راباً الإخوة كوني ناف بالإضافة إلى الوزير الأول السابق أحمد أويحيا ومحافظ بك الجزائر السابق وزير المالي الحالي محمد لوكال نتسأل وبكل صراحة وباختصار هل حان الآن موعد نشر الغسيل بعد رحيل بوتفريقا؟ نتحدث عن نشر الغسيل بمعنى الفساد شكراً لك أخي جمال ونضح الرحب أيضاً بالضيف الكريم نحن الآن نعيش مرحلة مخاض ثورة ثورة شعبية تريد الانتقال من مرحلة إلى مرحلة أخرى المرحلة السابقة كما يعرفها الجزائرين كلها كانت مليئة بالفساد مرحلة شابتها العديد من الشوائب ومن الأشياء التي لم تسمح للجزائر بأن تنطلق في نهضتها في مشاريعها إلى غير ذلك ولذلك فالحديث عن الفساد مثل ما شرحته منظمة الشفافية العالمية وقالت بأن العدو الأول لانتشار الديمقراطية في العالم هو الفساد لأن الفساد أولاً يعرق العمل القانون الفساد يعطل المشاريع الفساد يعطل العمل الصحافي بالضبط ولذلك فمحاربة الفساد يعني لا نقول أننا بهؤلاء الناس فاسدين ولكن محاربة الفساد هي من المهام الأولى التي تقوم من أجلها الثورات ومن الأسباب التي تركت الجزائرين يخرجون إلى الشارع بهذه القوة وبهذه العفوية هو الفساد إذن المحكمة الآن أو الاستدعاء هؤلاء الشخصيات الذين ارتبطت وارتبطت نشاطهم بالمرحلة السابقة وهي مرحلة الرئيس السابق فمعنى هذا عليهم شبهة فساد وربما عندهم ملفات ولذلك لا نستبق الأحداث هم براءة حتى تثبت إدانتهم ونترك المجال للقضاء ولكن لا يمكن أن نسيس القضية البعض يقول ممكن من المفروض أن نذهب في الأول إلى إرساء دعائم دولة المؤسسات إلى الفصل بين السلطات إلى الحصول أو الوصول إلى مرحلة استقلالية القضاء استقلال تام ثم بعد ذلك نفتح ملفات الفساد أثناء الثورات الفساد يمكن أن يعرق إلى مسيرة الثورة ولذلك الاستعجال بكبح زمام الفساد من شأنه أن يسرع من تحقيق أهداف الثورة سيد أمين ربما في وقت سابق لم يكن أحد يتصور أنه سيتم استدعاء مثلا أحمد أوحيا وزير الأول السابق إلى العدالة أو وزير المالي الحالي محافظة بنك الجزائر بإضافة إلى عدد من الرجال الأعمال الفاعلين الفاعلين جدا في المشهد الاقتصادي الجزائري لم يكن أحد يتصور يوما ما استدعائهم لكن اليوم تم استدعائهم من طرف العدالة وتم إداع بعضهم السجن المؤقت هل كان لخطابات مؤسسة الجيش الوطني الشعبي دور ربما أساسي في هذا الأمر نتحدث عن إعطاء ربما الدافعية للعدالة الجزائرية وإعطاء خاصة ربما القدرة والجرأة لمناقشة هذه الملفات أو نتحدث عن فتحها صحيح لم يكن هذا ليحدث لو لم يخرج الجزائري للشارع بالملايين إذن الفضل الأول يعود إلى الحرك الشعبي إلى الهبة الشعبية العامل الثاني في هذه القضية وهو استجابة الجيش الوطني الشعبي لمطالب الجماهير التي خرجت للشارع فعندما الجيش الوطني الشعبي قال بأنه مع الحرك الشعبي مع التغيير الإيجابي مع بناء دولة المؤسسات ودولة القانون فأصبح من الممكن أن نأخذ أو أن يأتي أو أن يستدعى مثل هؤلاء الشخصيات البارزة الذين كانوا ربما حتى يتحاشى الحديث عن أسمائهم وذكر أسمائهم حتى في المقاهي اليوم نجدهم أمام المحاكم وأمام قاضي التحقيق ليوجه لهم أسئلة تخص نشاطاتهم الاقتصادية ونشاطاتهم المالية وهذا من باركات أو باكورة العمل الديمقراطي الشعبي وإن شاء الله نحن على الطريق الصحيح وهذا الطريق الصحيح كما يقولوا مسافة الألف ميل تبدأ بخطوة هذه الخطوة الأولى وهذه ليست حذاري أيها الشعب الجزائري أن تفكر بأن هذه داخلة في تصفية حسابات هذه ليست تصفية حسابات وإنها عمل ثوري بامتياز عمل من أجل إنجاح الحراك الشعبي لأن لو لم نقم بهمية هذه الخطوات التي تحيد المال الفاسد فسوف نجد ثورة مضادة ممولة تمويلاً جيداً وربما لا تسمح لهذا الحراك بأن يحقق أهدافه يعني يمكننا نقول اليوم سيد صدق أمين أن العدالة بدأت تتحرر وتستقل شيئاً فشيئاً العدالة هي جزء من هذا الشعب وجزء من هذا المجتمع وجزء أساسي وركن من أركان الدولة الجزائرية عليها أيضاً أن تقوم بواجباتها كما قامت المؤسسة العسكرية وضامنة أمن وسلامة المواطنين في الشارع أيضاً العدالة عليها أن تضمن أمنة وسلام الخزينة العمومية لأن الخزينة العمومية في هذه المرحلة مهمة جداً رجال الجمالك أيضاً على الحدود لهم دور كبير أن يقوموا به وأن يحدوا من عملية تحويل الأموال إلى الخارج هذه من وظيفتهم من وظيفة أيضاً الإدارات العمومية عليها أن تصهر خاصة في هذه المرحلة على كل مقدرات الشعب الجزائري لأننا نريد أن نبني جزائر جديدة هذه الجزائر الجديدة نبنيها بماذا؟ نبنيها بالإمكانيات المتاحة وأيضاً بالإمكانيات المهربة والموجودة خارج سيطرة الدولة الجزائرية هناك خبراء كثير تكلموا بأن في العشريتين التي حكم فيها الرئيس عبد العزيز بودفريقة الحكم في الجزائر منذ 99 إلى اليوم مداخل الجزائر من العملة الصعبة 1500 مليار يقدرون حجم الفساد من هذه بـ 30% يعني 450 مليار دولار في الفساد لو نسترجع هذه الأموال الضخمة إلى الخزينة العمومية بإمكاننا أن ننطلق في مشروع نهضة تنموي ربما يمتد لعشر سنوات ونكون في غيناً عن طبع النقود عن الاستنجاد بصندوق النقد الدولي عن حتى الاستثمارات الأجنبية ونموّل كل المشاريع تمويل ذاتياً من الخزينة العمومية الجزائرية نعم حتى أسأل سيد خثير زرمان وأنت رئيس الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد يعني طيلة حكم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة تشكلت ما أسماها الفريق أحمد قيد صالح العصابة برأيك هاتي العصابة يعني كما أسماها الفريق أحمد قيد صالح إلى أي مدى أفسدت في الجزائر هذا يبدأ مشكر القناة عن استضافتها للأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد كانت في يوم 22 فبري 2014 سباقة لتأسيس الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد بهذا العنوان بالضبط لأنها تدرك المخاطر المحتقة بالجزائر وكما قال رئيس الكنلجيش الوطني الشعبي عصابة قلنا في ذلك اليوم عصابة أشرار في 2014 يعني 22 فبري 2014 وهذا معروف عند الجميع لماذا؟ أولاً المرحلة المسمات بالنسبة للأكاديمية بمرحلة العشرينية السوداء منذ بدايتها 8 أبريل من 8 أبريل 1999 إلى يوم 22 فبري 2019 أين انتفضت الموجات الكبيرة موجات الجزائريين نعم وقاموا بانتفاضة تعتبر ممكن من أكبر انتفاضات لم نقول الأكبر على الإطلاق في تاريخ الإنسانية نعم وهذا بسبب الفساد المنتشر لجميع أنواعه نعم كذلك لكل جيل ثورته كان جيل الثورة بقيادة بن مهيدي وزابانا وعميروش وبن بلعيد وكل قيادات الذين ضحوا بنفسه ونفيس من أجل جزائر فما وحققوا النصر المبين في نينوستين نعم نعم يعني حتى نبقى في موضوعنا نعلم كل هالجواني بتاريخية سيد زرمان حتى نبقى في موضوعنا جيل الثورة على الفساد جيل الثورة على الفساد وهذه الثورة على الفساد ولابد أن تتحقق بعض مطالب الجمهور الجزائر والشعب الجزائري والحمد لله نحن في بداية تحقيق أحلام الجزائرين إن شاء الله طيب أنتم ربما من الأكاديميات أو من بين الجمعيات التي تعمل على مكافحة الفساد يعني أنت قلت ربما من 2014 إلى يومنا هذا كانت مرحلة لشهدة فساد كبير في الجزائر أنتم ما الذي قمتم به سيد زرمان يعني وش هو كان دور تاعكم في هذه المرحلة منذ تأسيس الأكاديمية الوطن مكافحة الفساد دائما نقول في 22 فبريل 2014 قمنا بعمليات حاولنا في الأول لأقل شيء حاولنا مع الإبارات وخاصة الوزارة الداخلية للحصول على الاعتماد لكن بقت بالفشل إلى يومنا هذا لماذا؟ وبالتالي هذا فساد إداري وإرهاب إداري إذن هذه المرحلة خطر هذه العصابة حاولت تغلق جميع الأبواب باش ما تخليش الجزائرين يدافعوا الحقوق انتحم ويدافعوا يكشفوا الفساد لأن هذه العصابة تمكنت الوصول لحكم بطريقة أو بأخرى وكانت بطريقة الكوطات في البرلمان توزيع الكوطات في البرلمان وكذلك الصين وحتى في المجالس الولائية ومجالس واستولت على كل شيء ونهبت أموال الجزائر وعاثت فسادها نعم يعني بغض النظر عن الترخيص الذي لم أعطا لكم السيد زرمان يعني هل عملتم هكات لكم النشاطات ربما لمكافحة الفساد؟ أنتم وجمعيات أخرى؟ نعم نجد دائما الأبواب موسودة ومغلقة في كل ولايات بغض النظر بعض الولايات التي سهلت المهام فراد الأكاديمية دور نتعنا أساساً كان هو الهيكة لا ركزنا على الجانب الهيكة لهو الأول وكنا في كل ولايات وتقريب كل بلديات على الموسط والوطني قمنا بأعمال تحسيسية وتوعوية وفي بعض الأحيان تعبوية لإيصال كلمة الجزائريين والكشف عن الفساد المفسدين بغرض الوصول إلى ما يريده الجزائريين وهو القضاء على الفساد طيب بين نشاطاتكم هو القضاء على الفساد أو مكافحة الفساد يعني هل كانت طيلت هذه الفسرة ربما تحصلت على ملفات فساد مثلا عالجتوها أو قدمتوها للعدالة أو حاولت تقدمها للعدالة؟ أولا حاولنا بقدر الإمكان للحصول على الاعتماد نظر لعدم حصولنا على الاعتماد وجدنا صعوبات كبيرة كبيرة جدا جدا للوصول إلى الممتغى لكن رغم هذا الأفراد الأكاديمية وعضاء الأكاديمية كملوا المسير التحم وحتى الحقنا رأنا متواجدين في كل مؤسسات الدولة وكل مؤسسات الوطنية والحق نوين أن ملفات خطيرة جدا جدا وهضرنا في قناة التلفزيونة وفي الإعلام وفي الندوات الصحفية لأن ملفات ثقيلة جدا وخطيرة جدا ملفات ثقيلة جدا ملفات فساد ثقيلة جدا ملفات خطيرة جدا إلى أن المعنيين تخص ماذا سيد زرمان؟ نعم تخص ماذا هذه الملفات؟ تخص من أو تخص أي مؤسس؟ ملفات رسمية كاسوناتراك وكابونوك وخاصة البونك الخارجي وجميع البونوك تقريب بدون استثماء على طرق الاستلاع على موال الشعب الجزائري وتمكنت هذه العصابات من تحقيق مآر بها على حساب الجزائريين ملفات بالوثائق وكل شيء؟ الملفات متوفرة لدى أفرادنا في كل ربوع الوطن وإن شاء الله إذا كانت عدالة حقيقية وتوصلنا إلى إنشاء حكومة جديدة رئاسة جديدة ووزارات جديدة حكومة تنفيذية جديدة ستكون الملفات مطروحة أمام العدالة إن شاء الله طيب في هذه الفترة سيد زرمان كما تحدثنا قبل قليل سيد أمين نشهد ربما اتجاه إلى استقلال العدالة وتحررها ألا يمكنكم ربما في هذه الفترة طرح هذه الملفات لدى العدالة؟ بالنسبة للملفات حقيقة كنا مع المكتب الوطني والمستشارين وتم الاتفاق على مجموعة من نقاط من بينها الكشف الفساد بالنسبة للأكاديمية إذا تمت ملاحقة المفسدين وتمت إجراءات قانونية حقيقية وتأكدنا من استقلالية الفساد في الأكاديمية هي مستعدة لتقديم ملفات في كل ولايات على مستوى جميع الولايات وكل المؤسسات الوطنية لماذا؟ لأن الأكاديمية موجودة في كل المؤسسات وخاصة المؤسسات الاقتصادية والأفراد انتعنا والحمد لله ضروروا كل الجزائريين مستعدين لدفعوها إما يمكن العدالة عن طريق الأكاديمية أو عن طريق المباشر نعم سيد الصدق أمين بالحديث عن هذا المصطلح الذي تحدث عنه الفريق أحمد قيد صالح العصابة برأيك اليوم هل انتهى عهد العصابة أم أن هذه العصابة لازالت تحكم ولو جزئيا في الجزائر؟ أعتقد أنها ما زالت متغلغلة في مجموع أجهزة الدولة ومؤسساتها دليل على ذلك خطاب قائد أركان الجيش الأخير نعم الأخير المجاهد أحمد قيد صالح تكلم بالوضوح وقال بأنهم تفطنوا لها في 2015 ومن 2015 هم يعملوا إلى الآن والعمل ما زال مستمر نعم ولذلك يعني يجب أن تتكاتف جهود الجميع السيخوثير بارك الله فيه ومشكور يعني هذه المؤسسة أو الأكاديمية التي تحارب الفساد هي مؤسسة وطنية منتشرة على 48 ولاية تعمل من أجل اتشيثاث الفساد من جذوره من خلال تقديم أدلة مش فقط حديث لأنه مش فقط نشوف مثلا إنسان ثري أو إنسان يعني يعمل بمعنى هو فسد لا مش بضرورة الجزائرين ماهرين ما شاء الله عليهم وملكه بعرق جبينهم لا الفساد ليس معناه من يملكون الثروة يعني هذا ربما شيء يجب توضيحه يجب توضيحه نعم وليس أي من ربما استلم قرد من البنك فهو فسد كذلك فهو فسد بارك الله فيك يعني هناك ناس كما قلت سيد صدقامين يعني مستمرين ناجحين يعني ربما كان لهم حصتهم من القروض البنكية وعودوا ورجعوها وعملوا استثمارات ناجحة ووضفوا ناس إلى غير دائم بالضبط نحن نعرف بأن الجزائر مرت ببحبوحة مالية بفائض مالي كبير البنوك أصبح عندها فائض مالي يعني سيولة كبيرة فكين بعض الشباب يعني اللي كانت عندهم برامج ناجحة وكانت عندهم رؤية مستقبلية لكيفية تطوير الاقتصاد الوطني وتقدموا للبنوك واخدوا فرونساج واخدوا ونشفت على فرونساج وغيرهم ورجعوا للقروض انتحم وبرك الله فيهم وراهم جزء أساسي من القطاع الخاص في الجزائر طبعا هذين يجب أن تشجعوهم لنتكلموا عليه هو الذين تحصلوا على قروض بطرق غير مشروعة أو أخدوها أو ما رجعوهاش تحصلوا على امتيازات تحصلوا على أراضي بآلاف الهكتارات واستعملوا العقود تأتيلك الأراضي من أجل تقديمها للبنوك كضمانات ومن ثم يحصلون على أموال ضخمة وهم لا يملكون شيئا في الحقيقة لأن الأراضي تحصلوا عليها من خلال تقديم مشاريع استثمارية وهمية ومن جهة أخرى أخذوا الأموال من البلوف يعني ليس لديهم شيء التهرب الجبائي كذلك التهرب الجبائي إلى غير ذلك هذا هو الفساد الذي نحاربه أما الناس الناجحين هذا يجب أن ندعمهم لأن الجزائر تحتاج إلى كل كفاءاتها وإلى كل إطاراتها وإلى كل مبدعيها أي إنسان عنده إضافة يقدمها لأن الجزائر في المرحلة القادمة تكون في مرحلة شوية صعبة خاصة من ناحية الاقتصادية لماذا صعبة؟ لأن التحول الديمقراطي الذي سيحدث في البلاد والذي سنرى البذور يبدأ تنتج الآن هذا التحول كين الدول الكثيرة لماذا راضي عليه؟ لأن دول الكثيرة أيضا مرتبطة بالفساد الداخلي الموجود في الجزائر نحن نعلم بأن اقتصاد دول حتى في أوروبا مرتبط بالفساد يعني الفساد الجزائري أصبح يساعد اقتصادية دول متهالكة على حساب الاقتصاد الوطني من خلال تبجيلهم من خلال إعطاءهم الأولوية من خلال حرمان مشاريع استثمارية حقيقية هنا في الجزائر وقضية السيارات معروفة ربما هذا الأمر يأكدو يعني الوزير الأول أحمد ويحيا ومحافظ بنك الجزائر السابق محمد لوكال ووزير المالي الحالي يعني لماذا لتبديد المال العام تبديد المال العام وامتيازات غير مشروعة مهمة جدا تبديد المال العام هذه مهمة جدا لأنه 1500 مليار دولار خلال 20 سنة وحتى سعيداني تكلم عليها يعني بغض النظر عن الخصومة الموجودة بين الرجلين ولكن فقط نتكلم على هذه النقطة التقنية هنا يقول حكومة السيد يعني بالحسابات حكومة السيد أحمد ويحيا صرفت 600 مليار دولار 600 مليار دولار يا جماعة تبني أوروبا تبني إفريقيا كاملة 600 مليار مبلغ ضخم جدا جدا طريق السيار أيضا سوف يفتح المهمة نحن الآن في المرحلة هذه الحساسة من تاريخنا ومن تاريخ بلادنا هو كيفاش نضع المصلحة العليا للوطن المصلحة العليا للوطن كيفاش هي أولا نحاربوا الفساد لأن الفساد لو كان هناك ناس كثير يقول لك أن تركوه للمرحلة القادمة لا الفساد لو كان ما تحاربوش الآن رح يعرق لك مسيرة الانتقال الديمقراطي لأن احنا عرفنا كيف استعمل المال الوسيخ المال الفاسد في شراء الذمن في الانتخابات السابقة مثلا نعم وإحنا شاركنا في الانتخابات وعرفنا كيفاش نشارك وهذه من بين أشياء التي لازلت يعني أو التي يركز عليها الشارع اليوم الحركة الشعبية إذن كيف نزهد الانتخابات ممتاز جدا كيف نمشي إلى انتخابات حرة نازيها ويكون نحترموا في الخيار الشعبي إذا كان المال الفاسد هو اللي يمولها مش ممكن يجب أن نحيد المال الفاسد يجب أن يقدم المسؤولين على الاختلاسات أو على التهرب الضريبي أو على تبديد المال العام إلى القضاء العادل هنا قضاء عادل موجود وفيها يعني كما نقول الركون كيف يقول الطعن الطعن فيها عندهم حق الطعن يعني عندهم كامل الحقوق لا مجالة لتصفية الحسابات في الجزائر الجديدة الجزائر الجديدة يبنيها كل الجزائريين بدون استفناء كما يقول نبني الجزائر هذه من التالة من تيزي وزول تام الرص ومن تبسلت المسان الجزائر هذه كما قال تفضل الأستاذ السيخوثير مشكور ضحّوا عليها الرجال ما لازمش تخليها تروحها كذلك الدول يا جماعة الدول احنا على بلك احنا قبل 60 سنة كنا مكانش مكانش عنا دولة كنا نسي منسية ما كناش دولة باش حصلنا للدولة اللي سميناها الدولة الجزائرية ومؤسساتها دفعنا ضريبة كبيرة جدا من الدماء تحصلنا استرجعنا السيادة الوطنية واجبنا اليوم احنا كجير الاستقلال هو استكمال استرجاع السيادة الوطنية باش نسترجعوها نسترجعوها بالحفاظ على المال العام نسترجعوها ببناء مؤسسات الدولة الجزائرية القوية ما لازمش نعودوا كل مرة يقرب موعد انتخابي كل ما نحكمو كروش نبدأوا خايفين على الجزائر ما لازمش نخافو المرة القادمة نأسس الى دولة مؤسسات تصبح المؤسسات هي التي تحكم نعم فلا يهمنا من يحكم يأتي فلان أو فلان الدولة تبقى مستمرة وهذا هو اليوم يعني الجيش الوطني الشعبي مشكور جدا ورقام بالدور يعني كبير جدا جدا وهنا نزيد ونقول بعض الناس يقول لك يعني نسمح لي في عجالة يقول لك بأن الجيش الوطني الشعبي يركب الحراك أنا نقول ونركبش الحراك وهذه ليش شيء للجيش الوطني الشعبي هذه هي حقيقة نقول لهم لما تعرضوا الشعب الجزائري وش كوني ولما وصفوا شهدائنا بأوصاف غير لائقة من انتصر للشعب الجزائري موش الجيش الوطني الشعبي هو ليجهز الطائرات وعمل وفتح خط جوي بين الجزائر والخلطوم بش يرجع القيمة تعمل الجزائريين صح ولا لا طائرات عسكرية طائرات عسكرية وحتى الإخوة المصريين قالوا هذو جابونا العسكر ما جابونا مشجعين وهما كانوا مشجعين ولكن الجيش الوطني الشعبي أضطر الجماهير واخذها إلى أم درمان واخذينا الانتصار من أم درمان رغم أن فريقنا في ذلك الوقت يعني لو كانوا نقاروه بالناحية التقنية ما كانش في المستوى الفريق المصري ولكننا انتصرنا إذن الجيش الوطني الشعبي انتصر للشعب الجزائي ليس من اليوم منذ زمن طويل هو انتصر له اليوم الشعب الجزائي يخرج للشارع الشعب الجيش الوطني الشعبي أيضا إذن ثيقتنا كبيرة في الجيش الوطني الشعبي وثيقة وأكبر في هذا الشباب لكي يفهم طبيعة المرحلة نعم سيد خثير أنتم في الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد يعني قلت ربما لديكم ملفات كما قلت ملفات ثقيلة لأعلم إن كانت عملتوا من قبل مع العدلة أم لا أم تنوون التعامل معها مستقبلا نسبة الأكاديمية الوطنية المكافحة الفساد حاولت أن تقدم الملفات لكن لماذا تقدم الملفات ملفات إذا كانت العدالة غير مستقلة في السلطات القضائية غير مستقلة طالبنا ميراهرا أن تكون استقلالية وخاصة نركزنا على استقلالية القضاء لكي عندما يكون القضاء مستقل عن السلطة التنفيذية نرى نرى في البلاد نرى في إدغال إفريقيا نرى السلطة التنفيذية هي التي تعين السلطة التنفيذية هي التي تعين الوزراء حقيقة لكن كي نشوف السلطة التنفيذية هي التي تعين في البرلمانيين هي التي تحط البرلمانيين هي التي يجيب السيناء للسيناء للأخر أعضاء مجلس الأمة ومن قدرون يشبون يذهبوا بعيد السلطة القضائية رأينا هذه المرة رأينا هذه المرة بأن السلطة القضائية لا يوجد دور فعال إلا بعد المطالب الجماهيرية أو المطالب الحراكة الوطنية التي ترجمها الجيش الوطني الشعبي إلى قوانين وإلى قرارات ترجمها إلى دستور إلى حتى إلى وضع سياسي خطرانا خرجنا من المدة مية واثنين يعني خرجنا من المدة واثنين يعني مدة سبعة ومدة ثمانية معناه هي استفتاء استفتاء شعبي من أجل الذهاب بعيدا فالجيش الوطني الشعبي بحكم الحراكة الوطنية لا يوجد تمثيل لا يوجد مني مثله كان الجيش الوطني كان مطالب من طرف الجماهير الشعبية باش يقوم باش يقوم بالدور نتعو على أحسن ما على أحسن ما يرام سيخوتي رأيني حتى نحن بخوف في صلب الموضوع لتحقيق لتحقيق مطالب الشعب الجزائري وما زال لرنا ننتظروا باش تكون أمور أخرى تتحل حتى ولو متحلش دستورين لخطر نحن أصلا أصلا الدستور الجزائري ما هوش دستور شرعي كان مفبرك مفبرك على حساب الشعب الجزائري اليوم لقينا في الدستور ما كانش حتى بواش راح نخدموا بستور اللي داروه وما نجحوش فيه دارو الدستور ضد الجزائريين وما نجحوش فيه باش يبقاوا باش تبقى العصابة أبادية وتبقى مسيطرة وما قدروا ش ينجحوا فيه لذا نطالبوا نزيدوا ونكروا المؤسسة العسكرية مؤسسة العسكرية هي الحل الحل الوحيد لترجمة دائما نقوله ترجمة للمطالب مطالب الشعب الجزائري ولا بد من تحقيقها وفي أقرب الأوقات لأننا سنرى نشوفهم في الناس راي تعمل على معامل الوقت وراه يتفوت في الوقت باش تلحق الناس ممكن احتر رمضان لكن الجزائريين مستعدين حتى نعرفوا احنا في الدين انتعنا وفي الرسالة النبوية الشريفة صلى الله عليه وسلم كامل كانت في رمضان ونجحت احنا لأخر المسيرات رح تبقى مستمرها حتى في رمضان المسيرات المسيرات السلمية رح تبقى إلى غاية تحقيق الهدف النبيل اللي يحوس عليه للحراك الوطني والشعب الجزائري طيب نعم كما قلت لك السيد خثير هل تعامته مع العدالة من قبل سواء باسم الأكاديمير الوطني مكانفهة الفساد أو كأشخاص كانت لديكم ملفات فساد حاولتهم ربما تقديمها إلى العدالة حاولوا بعض المواطنين أي طولنا حاولوا بقدر الإمكان حطوا الملفات هدوهم مرة لي فات عايت لي واحد من أم البواقي بلدية ومسجل عندي بلدية بلدية من البواقي هذا هذا إطار في في الجيش الوطني الشعبي كان في المؤسسة الأمنية وكيخرج شف فساد شف قطرة الأرضية في البلدية كيف هتتباع شفوا الناس كيف هتبزنس شفوا الأمور واش كون اللي يدي نهار العيط راح واسموح تلقى المير هذك اللي كان يوزع رئيس البلدية تلقى وذاك اللي كان يوزع دخل لقاها عند رئيس الوكيل الجمهورية وممكن عند رئيس المحكمة وقاعد يشوف فيه شوفها في القاعة راح شاف مع جماعة تفاهمها ومعد هدوه وحطوه في وضعية وينسكين ولا يبكي وندم على واش دار مجرد تكتب كلمات في الفيسبوك قلب للأراضي هذي انت الشعب الجزائري وما توزقها هكذا ودخل بالحس الأمني عنده حس أمني ما قبلش هذاك شيء وكان عنده وثائق وامور يعني تثبت الشعب كل على باله ودركوا احنا دركوا كل الفساد منتشر والناس كل على بالهم كيف هالناس احنا نشوفه عقارات نشوفه عقارات والاستيلة على أملاك الدولة بالدنار الرمزي استيلة على أملاك الدولة في كل ولاية بالدنار الرمزي وناس تعود له وتبيعه نعم نشوفه عقود امتياز كيف هتمنح عقود امتياز وكيف هالناس تحصلها للأراضي اللي بدورها تدي أموال من البنوك وبدون استغلال الأراضي نعم سيد خوثير نقطة أخرى كان مشاريع وصفاقات مشاريع لم تستغل مشاريع وهمية والأموال طيب نعلم هذا الشيء ولكن كل يتحدث عن الفساد وحتى لا تميع الأمور لما الإنسان يتحدث عن الفساد لازم يكون عنده وثائق تتبس أنه شخص معين أو مؤسسة معينة يعني قامت بفساد أو بتجاوز معين أنا نقول حاجة نحن ننتظر القضاء القضاء العسكري وخاصة نيابة مع المستوى وخاصة نيابة مع المستوى إذا كان دركم عناش حكومة شرعية من اللي بدارها الشبس ولا رئاسة لحكومة لكن احنا ماذا بيتكون حكومة شرعية حقيقية اللي غدوة كيقوله ملفات الفساد شوف الشعب الجزائري راح ينوضي بكر من الخمسة نتاع الصباح عنا 40 مليون جزائري كل جزائري عنده 10 ملفات فساد قدر يبعثها قدرين في لحظة يكون 400 ملف فساد نحطوها ما يشغل الأكاديمية اللي يتحط الأكاديمية ممكن كانت سباقة كانت مهيكة كانت على دراية بالأمور كانت تقوم بالعملية التحسيسية نحاول نقوم حتى بعملية كونية رغم العراقيل على جميع المستويات العراقيل على جميع المستويات لكن دوركم يعني دوركم الأساسي هو التبليغ ربما عن الفساد مش فقط التحسيس شوف التبليغ دوركم عندنا قضايا كوبرة دوركم حاليا باش منحصروش القضاء لخطرة حكينا مع قوضات جميع المستويات تعلقوضات وحتى الدفاع المحامين وشفناهم وطلقنا معهم وشاركنا حتى في المسيرات معهم ووقفنا كامل وقفة رجل واحد مع الشعب الجزائري من أجل أقل شي نفهموا الوضع احنا دوركم منحطوش ومور في كلش سريعة دوركم كان ملفات خطيرة جدا ما عندكم انتوما؟ احنا الشعب كل عنده موش غير الأكاديمية جزء من الشعب الجزائري لا مش كل الشعب عنده ملفات فساد احنا عنا ملفات في المكاتب بتاعنا لمستوي جميع البلديات كي تكون عنا وثيقة رسمية اللي راح نحطوها بها الملف باش يتقبل نحطوا مئات الملفات عنا مئات ملفات اكيد انه عندك ربما بعض ملفات الفساد اللي في ذهنك الان عنا ملفات عيطولي هذا المكتب انتا انا عيطولنا من جمعا من وهران وعيطولنا من حاسم السعود وعيطولنا من ورقلا ملفات انتع سونة تراك ملفات على سونة تراك ملفات على نفطال وسونة القاز وملفات وعنا احتدت على الوتوروت كان ملفات على الوتوروت وكان الناس مظلومين في الغاياهب في الحفز والناس اللي نهبوا الاموال على الوتوروت والاموال على المؤسسات الرسمية ماناش نشوفوا فيهم واحد ما يهضر معهم على هذا راح ننادي بنسبة سونة تراك مثلا يعني عقود تجارية صفقات عقود كان عقود وكان صفقات وهمية ما تخدمتش أصلا في اي وقف سيد خوتير في اي سنة اي سنة يعني تخص ماذا هذا الملفات ملفات وش من سنة يعني اندار كان ملفات في العشرينية السوداء في العشرينية السوداء احنا كل نهار كل نهار نتلقاهم مع مئات الجزائريين هاد ملفات عندكم سيد خوتير في كل ولايات شوف ان الممثلين تقنا في كل رؤسة مكات تقنا في كل ولايات كل نهار يتلقاوا يتلقاوا شكاوى احنا عطينا تعليمات محكموا ش الملفات عندهم يسمعوا واشكاي المواطنين يسجلوا وفي اليوم وين تكون أمور رسمية ويكون قضاء عادل قضاء مستقل حقيقي ستوضع الملفات أمام القضاء ويكون الجزائريين كامل في وضعية جيدة للتبليغ عن هل ليست هذه المرحلة يعني ربما الحالية لا لا هذه مرحلة المخاض مرحلة وين ظروف ما زالت ميش بينا حاليا معناش حكومة رسمية وراه عندك الوزير عندك العدل والله عندك وراه الحكومة عندك والله الاخر تاك باش تمت الملف احنا رانا نشوفه حكومة مطوقة حكومة راه تحت الحراسة الإجبارية ما يقدروش منطة باش يخرجوا يدروا لاخر تاحد كيفاش يترح حكومة سيتوتي واشكل اللي يحكم عليك الملف القضاءات مثلا وكيل جمهورية نتظرك واش ملف احنا ندركوا راح ندروا النداء مننا بد بالمناسبة راح نقولوا للجزائريين كل الجزائريين اخواني الجزائريين في كل بلديات في كل مواقع في كل مؤسسات نطلب منكم تقديم ملفات الفساد للعدالة إلى المحاكم وإلى المجالس وفي أقرب الأوقات نعم طيب يعني حتى ربما نعلق على هذا الأمر سيد صادق أمين يعني السيد خطير يقول بأنه يجب تقديم ملفات الفساد للعدالة لكن دائما يجب أن يكون الأمر متعلق أو مرتبط بوتائق حتى لا تميع الأمور ويصبح ربما الشريف فاسد والفاسد ربما شريف ليس هذا فقط أيضا مثلا نرجع مثلا القضية بعض الأشخاص الموقفين الآن ولي عندهم استثمارات كبيرة ويوظفوا يعني عمال وعائلات يعني عايشة من هذه الاستثمارات يجب أيضا أن يطمأنوا لأنه إذا كان شخص عنده تهرب ضريبي أو استورد سلاع قديمة وصرح بأنها جديدة أو أخرج عملة هذه لا علاقة لها بالاستثمارات الأخرى الموجودة هنا الاستثمارات ترى هي تعمل في إطار القانون تبقى تعمل في إطار القانون والعمال يبقى ويتقاضى وأجورهم ولازم يحافظوا على هذه المؤسسات التي ستكون موجودة الآن لأنها ميكمة حتى دخل ذلك الشخص يعني يتسجل طبعا لا يهم هنا لازم أن نفصل بين الجانب الجنائي والجانب الاقتصادي نتكلموا مثلا السيد يسعد ربراب عنده يقول موظف 25 ألف مواطن جزائر يشتغلوا إذن يجب أن نحافظ على الشغل حدل يد العامل هذا العديلات جزائرية هذا لازم يبقوا يشتغلوا ولازم يطوروا العمل الانتاحهم ويجتهدوا باش يحافظوا على مؤسستهم السيد هذا الشيء يسعد ربراب عنده قضية في العدالة فالعدالة سوف تفصل بها ما نخلطوش بين الأمور يعني هذه مفصولة ما لازمش أن ندخلوا الأمور في بحثها النقطة الأخرى يعني أن نفتح أو أن نفيذ كل الملفات الآن في المرحلة هذه أعتقد هذا ليس وقته نحن ما زال الآن نحن فقط نوجد أو نبحث عن الملفات التي تعرق المسار الديمقراطي لأن كاين فساد رح يعرق للمسار الديمقراطي لو ما نفتحوش الملفات الآن سيؤثر بطريقة أخرى يؤثر بطريقة أخرى وممكن حتى يؤثر على الانتخابات القادمة لأننا نريد عدالة نريد دولة جديدة بمؤسسات إلى غير ذلك فهذا هو الأساس يجب أن نفصل بين الملفات كي الملفات ربما نقدرون أنتظرها حتى يأتي رئيس جمهورية منتخب جديد ننأسوا مؤسسات الدولة ربما القضاة ما عندهمش الإمكانيات البشرية والمادية باش ينظروا في كل هذه القضايا دفعة واحدة يعني نكونوا منطقيين وواقعيين ولذلك يجب أن كلنا ننخارط في هذا الانتقال كي نأمور نحرص ونكفع لها الآن كي نأمور نأجلها كي نأمور نتفاهم أو نغض الطرف عنها حتى نصل المبتغى وهو الانتقال السلمي والسلس للديمقراطية في الجزائر لأن هذه المرحلة حساسة جدا وعندنا أعداء تعرفوا مثلا الأحداث التي وقعت في ليبيا ليبيا كانت هادئة ولما بدأ الحراك هنا في الجزائر بدأت هناك هجوم على العاصمة طرابلس ونحن نعرف بأن الناس الذين هجموا على العاصمة طرابلس عندهم عداء للجزائر ولا يريدون الخير لهذه البلاد لذلك علينا أن نوحد جهودنا من أجل أول حماية بلادنا وفي نفس الوقت الانتقال الديمقراطي سيد سادق أميني بحديثك عن انتقال السلس للديمقراطية الآن حتى ننتقل وإياكم إلى موضوع آخر ربما هو موضوع مشاورات مصالح المشاورات التي أجريت هذه المشاورات المرفوضة من الشارع ومن غالبية الطبقة السياسية الجزائرية أجريت وخارجت بتوصيات وحلول من الجانب المقابل يعني الطرف الآخر متحدث عن الحراك وطبقة السياسية الأخرى ربما المعارضة عن صاح التعبير كان لها مقترحات أخرى وحل مغاير ألا تعتقد أن هذا الأمر يمكن أن يدخلنا في انسداد صحيح أنا أعتقد أن السيد بن صالح رئيس مجلس الأمة السابق ورئيس الدولة حالياً هو أصبح رئيس الدولة تلقائي نتيجة استقالة الرئيس السابق السيد مرفوض من طرف الشعب الشعب الجزائري خرج في جمعات متتالية ورفضوا وجوده على رأس الدولة الجزائري عليه أن يجد المخارج الدستورية وعليه أن يقدم الأمانة إلى شخصية وطنية تستطيع قيادة المرحلة المقبلة الشعب الجزائري لا يقبل انتخابات في عهد أو في تحت رعاية السيد بن صالح وحكومة السيد بدوي وطبعاً بالعيزة استقال ولذلك عليهم أن ينتبهوا جيداً إلى مطالب الشعب الشعب رأه واضح في كلامه وما كله نزيده نهربه للأمام وخيره البر عاجله لأنه أكيد سوف يتنحى إذا كان الرئيس بوت في ليقة وعشرين سنة وتنحى بالطريقة هذه الرئيس الذي نعرفه عليه في السابق أنه لما وزير يقدم له استقالته يرفضه الاستقالة وبعد يوم يقيله يعني هو لا يقبل حتى الاستقال معروفة هذه الرئيس بوت في ليقة قدمه استقالته للشعب الجزائري فالسيد بن صالح نقوله بكل تقدير هو إنسان كبير ونحن طبعاً الجزائري نحتارب الناس الكبار يعني عليه أن يسلم يعين شخصية وطنية في المجلس التستوري يعينها على رأس المجلس التستوري لأنها من صلاحياته ويسلم لها الأمانة ويخلي الشخصية الوطنية الجامعة التي يجتمي حولها الجزائري هي ليقود المرحلة ثالث نقطة سيد صادق عمين هناك من يقول يعني أن ما يقوم به بن صالح وما اسمه البعض بالتعنت هو الإدامة حياتي نظام بوتفريقة يعني هذا ربما نظر أفرضية أو موقف بل موقف يعني تصور محترم جداً لأن الشيء الذي يقوم به السيد بن صالح الآن هو نفس ما دعا إليه السيد بوتفريقة بوتفريقة قال أعطوني عهدة خامسة وفي السنة الأولى نقوم بندوة وفاق وطني ونقوم بإجراء انتخابات ونغير النظام وكذا لما رفض الشعب رفض للعهدة الخامسة قال أعطي لي تمديد للعهدة الرابعة ونقوم بنفس العمل الشعب رفض قدم استيقاته السيد بن صالح يبدو أنه يقوم بنفس العمل وهذا العمل أيضاً مرفوض من طرف الشعب الجزائري أعتقد أن السيد بن صالح يعني حتى يكتب اسمه في تاريخ الجزائر بأنه ساعد الشعب الجزائري وساعد نفسه وتاريخه ونضاله عليه أن يعين شخصية مقبولة في المجلس الدستوري يسلم لها الآمانة ونقول له شكر الله وسعيه نعم سيد خوثير حتى أخذ رأيك يعني من بين توصيات التي خرجت بها هذه الندوة ندوة التشاور التي نظمتها رئاسة الدولة مع بعض الأحزاب السياسية والفاعلين في المجتمع المدني كان من بين الحلول المقترحة ومن بين توصيات إمكانية تأجيل الانتخابات الرئاسية إلى بضعة أسابيع أخرى هل تعتقد أن هذا هو الحل الأمثل؟ كما قال أستاذ مشكور أستاذ الصدق الأمين مشكور كما قال خيرو البري عاجل الشعب الجزائري لا يرى في هذه العصابة حلا إذن نطلب من هذا الناس لكي يسلموا الأمانة وقدموا الاستيقال انتحم في أقرب الأوقات قبل فوات الأوان علىه لخطر الجزائريين الجزائريين معروفين بالسينمية تحم والميلين الجنب السلمي دائما لا نضروا الوقت يعني الناس عشرين سنة هي في الحكمة لا تجي إلى شهر ولا شهرين والله يزيد تأجيل لآخر عندك حتى الجنب الدستوري لا يوجد مسموح هذه توصية فقط الجنب الدستوري لا يوجد مسموح حتى تكون لخطرها الجنب الدستوري انتهى بعدما أذهب إلى بوتفليقة بعدما أذهب إلى بوتفليقة الجنب الدستوري انتهى يعني ما كانش بتاع تسعين يوم وخمسة واربعين أخضعوا المادة مية واثنين يعني في اللول قضية أمر مية واثنين بقى المادة السبعة وثمانة مطالب الشعب الجزائري وخاصة الحراك الوطني وحتى نحن في الأكاديمية نفس الرؤية المادة تطبيق المادة سبعة وثمانية وهي اللي راح تعجب الأمور وسبعة وثمانية هي دستورية سياسية دستوري هل سياسي دستوري يعني؟ دستوري لأنها أتت بها العصابة في الدستور في الدستور وموجودة وحنا قلنا نطبقوها لكن هي أصلا سياسية لا لخطر هذه تخضع للاستفتاح الشعبي استفتاح الشعبي ناطر الشعب قال لك لا لهذه العصابة لا انتهى الأمر انتهى لم تعدنا التحالحة ونستطيع أن نمرنا أنتظرك ما قدرتش ذرك ما قدرتش باش تجمع خمس أعباد خمس أعباد من الناس انتهى بعدني كانوا معاك وكانوا في التحالف الرئاسي وكانوا يكلوا من البقرة الحالوب كامل ناضوا ويندوا وأيدوا في الحراك الشعبي نحن كنشوفوا ما يسمى بلا فلان ما يسمى بلا فلان ينوضع ويقولك حنا مع الحراك وما يسمى بلا راندي يقولك إحنا مع الحراك اللي هنا سي انتهى انتهى مقوالو الناس سلم المسئولية وإحنا نعرفه أمورك معك يخليوا مسئولية لناس المواليها وحاليا حاليا الحراك الوطني متلاح مع الجيش الوطني الشعبي رح تكون رؤى عندنا مسئولين وعندنا إطارات سابقين محترمين الناس انضاف ذوي الكفاءات العليا عندهم قدرات عندهم رؤية سياسية عندهم فكر نقبلهم الشعب باهم الشعب رح تكون انتصالات رح يكون عندنا مجلس انتقالي مجلس انتقالي والله يكون كما كان عندنا في 94 لاش سيو كما كان عندنا لقونسي ديطا نعم هذه من بين الحلول يعني المطور بين حل هذا حلتها مسجل حل السياسي بالحل ديطا هذا بيدوره رح يعين حكومة حكومة تكنقراطية بطبيعة الحال تكون لها تخوض المحر الانتقاليات من الكفاءات وتكون من الناس لم يكن متورطة في هذا الفساد وتخلي فرصة للناس ونحلوا الانتخابات نتاعنا ممكن شهر شهرين ثلاثا نلحقوا ونلقوا الحلول وممكن العيد مقادرين في العيد هذا العيد الأضحى المبارك بعد ثلاث شهر رح يكون عندنا رئيس ونكونوا كان في المجد الكبير بالرئيس جديد وحكومة جديدة نعم يعني حتى ربما سيد خوتير تطرق إلى مسألة أو نقطة معينة هي الأفلان الأفلان الذي يعقد اجتماع اللجنة المركزية يعني فيه جوين من الفوضى فوضى كبيرة يعني كانت في الاجتماع اللجنة المركزية تفضل معليش أعطيك الكريمة نظام هذا ما يسمى بلافلان لافلان احنا الناس كل جزائرين معرفوا كامل لافلان هي جبهة التحرير الوطني جبهة التحرير الوطني هي أنت على الجزائرين كامل جاءت فيها بغية جاءت استغلت اسم لافلان وقزماته البيئة فلان وضمرت به البلاد طيلة عشرين سنة ضمرت الجزائر باسم لافلان عشرين سنة أنتو ما تمصت في العظم العظم تع 1977 لافلان لافلان على الجزائرين كل وليزيد تكلم لافلان ليس جزائري خائم لكلنا لافلان يعني جزائرين كامل وبغية لك نحص د Pierce aki المتحف مكان تعمل المتحف ووحنا ما يزيد يهضر باسم لفانان هو انت على الجزائريين وحنا في الحراك وكلش قلنا لا لنا فعلان باش تستغلوه استغليتوه دمرتو البلاد ودمرتو واستغليتو ونهبتو 1680 الاستاذ قبيل قال الف وخمسمائة مليار دولار انا نعم كانت الف وخمسمائة فهذا في تصريح انتع رقم واحد انا ذاك قبل الاخر التنحية انتعو عمار صعداني واش قال رئيس الامين الامت على فلان افلان هذا ثاني استغل كلمة الافلان واش قال لهذا قال احنا كان يتكلم على مزايا انتع شاكيب خليل نعم نعم اسمح لي نكمل برك على مزايا شاكيب خليل قال له احسن من مدات الجزائري يومنا هذا احسن وزير هو شاكيب خليل واش قال قال كنا نصدروا كنا نصدروا اثنين مليون برميل يوميا البرميل انا ذاك بميون سبعة وربعين هذا مع الاسم ومع الاسم مليوني برميل يوميا كان يقول مليوني مليون برميل اعتقد ان حصة الجزائر في الاوباك هي الف وميتين واحنا يعني ما مقدراش نصدر حتى حتى الحصتنا شوف تصدير كان العين المرئية اللي شوفوها وهضروا ليها وكان العين اللي طروح ما شوفوها كي قال المياه في الاخور قال اثنين مليون برميل اثنين مليون برميل الوقت هذا كان البيترول بميون سبعة وربعين وانتعنا ممتاز البيترول الجزائر بمتاز حوالي مية وخمس وخمسين حوالي مية وخمس وخمسين دولار قال كنا ندخلوا كنا ندخلوا الوقت هذاك هذا زايد زايد مية وعشرين مليار ميتر مكعبن تعلغاز هذا قيمته كامل قال لك دخلنا في احتل الفين وستاش كان يهضر في الفين وستاش قبل تنحيا قال دخلنا الف وخمسمائة مليار اذا زدنا له احنا ستاش نكملوا الفين وستاش وسبعتاش وثمانتاش تلس سنين نقوله غير بمعدل ستين مليار سنويا نقوله غير ستين مليار ما نقولوش نقوله غير ستين مليار والله سبعين والله ثمانين مليار راح تزيد حوالي ميتين مليار نزيدوها الف وخمسمائة اهي الف وستمائة تقريب الف وسبعمائة هذه الاموال من نهبها نهبها ما يسمى بلا فلان ما يسمى بلا فلان ليستغلوا 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 وعطاوا الاموال أعطاوا الأموال للأخرين تحمل زبانية تحمل ودمروا البلاد والعباد واليوم يقول لك إحنا ما زالهم يستناول اليوم باش يدروا اسمح لدقيقة اليوم باش يدروا المؤتمر على فلان لفلان يتنحى وإحنا في الحراك قلنا يتنحى ما يبقاش لفلان يتحط في المتحف نعم نعم النقطة اللي بديناها ربما السيد صدق أمين أنه قلنا اللجنة المركزية شهدت يعني جوه من الفوضى جوه من الفوضى واليوم هذه فوضى فوضة الشرعية من هو شرعي من هو دستوري من هو غير الدستوري في الأفلان بإضافة إلى حتى نعود لو فقط ما تحدش فقط على الأفلان نتحدث عن الارندي كذلك الجمع الوطني الديمقراطي الذي قال قبل أيام ناطقه الرسمي والسابق فضلنا مصلحة حزبنا وأننيتنا الحزبية على مصلحة الجزائر أنا أعتقد أنه يعني أحزاب الموالات بصفة عامة وحزاب التحالف الرئاسي خصوصا كان لها دور رئيسي في الأزمة التي تعيشها الجزائر اليوم سيد صرق عامين أعتقد ذلك أعتقد ذلك والأزمة في الحقيقة بدأت منذ الاستيلاء على جبهة التحرير الوطني التاريخية ونحن نعرف وشو قع في 63 لما بعض المجاهدين اضطروا باش يحملوا السلاح ضد الدولة الجزائرية لأسباب معينة لأنها كانت تاريخية الحمد لله وهنا يزيد أن نفتح ثاني قوس آخر وهنا يبين لك عظمة الشعب الجزائري لما وقعت الأزمة تاع 63 ولما اشتاحت قوات غازية الحدود الوطنية الجزائري اللي كانوا يتقاتلوا فيما بينهم كلهما شعوا إلى الحدود ودافعوا على الوطن اليوم نفس الشي يجب أن ننزع هذا الملف من أيدي هؤلاء الناس من الذين تلاعبوا بهذا الإرث الجماعي للشعب الجزائري نحن نتعلمنا الوطنية من مدرسة جبهة التحرير الوطني ليس من هؤلاء المناظرين ولكن من جبهة التحرير الوطني التاريخية من خلال دراستنا لسيرة قادتها لسيرة صوار ولذلك الأرندي زينا في عجالة الأرندي الأرندي ولد ولادة قيصرية كما نقول ولد بشلغمه فالأرندي والأفلان أيضا أعتقد أن مكانهم هو التاريخ هو المتحف وعلينا أن نبدأ الجزائر الجديدة بدون الأفلان هذه الحزب الجبهة التحرير الوطني الحديث هذا اللي يمثلوه للجماعة الآن رهم يداوسوا في مبينهم وكأنها تاريكة الرجل المريض مثل ما كانت تعمل أوروبا للدولة العثمانية في القرن الماضي هو بوت أفريقا الرئيس المستقيل كان رئيس الشرفي للحزب نعم كنا نسمع أنه يقوله رئيس الشرفي للحزب لكن اليوم يعني كامل الأفلان تقريبا مع الحراك وضد سياسة بوت أفريقا السهب ولذلك يعني من الأفضل ومن الأجدر أن يعيدوا أيضا الأمانة لأهلها الأفلان تقع الشعب الجزائري يرجعوه للشعب الجزائري ويخلينا نعاود حتى يستغلوه المؤرخين ويعاودوا كتاب التاريخ الثورة الجزائرية كتابة صحيحة تفيد الأجيال القادمة وتفيدنا نحن أيضا نعم سيد سطعمين انتهى وقتنا ربما أعطيك كلمة أخيرة كلمة أخيرة يعني أنا متفائل جدا ونتمنى من الشعب الجزائري يعني من كل قلبي أننا نضع دائما الجزائر في القلب الجزائر أولا الجزائر ثانيا الجزائر أخيرا سيد ختير ربما سيكون لكم دور كبير جدا في المرحلة إن شاء الله بالألمين نظر لضيق الوقت أولا نقوله تمويل غير تقليلي الجريمة في حق الإنسان في حق الإنسانية كامل جمعة وفي حق الجزائريين هذا رقم واحد الإنسانية ككل في حق الإنسانية كامل لخطر إحنا نروحوا نطبعوا بمئة مليار دولار وإحنا ما أناش هذا المبلوه بعدما نشوفوا مشوار راهم وين راحوا وهذا السؤال يطرح هذه جريمة جريمة ضد الشعب الجزائري تبقى لي يدركوا أولا أولا بهذا الآخر أعطيته لنفرصة وكل راح نعزي الأسر نعزي الأسر ضحايا ضحايا هذا الناس اللي رام حاكمين ومعطوش أهمية نعزي هذا الأسر يضر الآخر الفجعة التي أصابت الجزائريين في هذا المصاب الجلل هذا الناس اللي تسبوا في الانهيار نتاع العمارة ما بغاوش يخدموها وكانت الإمكانية عند الجزائر ومازال راح تكون انهيارات أخرى وكل شو راح مراكدين هاربين وكيما اللي هنا بهذه المناسبة باختصار فقط سيخوتير نتحدك نعم باختصار فقط هاي اللي هنا برك ما بقاليش لخطر بزاف أمور بزاف مع مرة لكنه واحد قلبه ثاني قريب ينفجر نحيي ابناء الجزائر لرهم مرابطين في صحرائنا جنود الجزائر وضباطها وصف الضباط اللي رهم حاليا يحميوا في الحدود خاصة الحدود الجنوبية هذولنا نقدمو لهم نقدمو لهم تحياتنا الخالصة لمواقفهم وشجعتهم وإيمانهم بحماية الوطن وكذلك قدم تحياتي لمتقاعد الجيش الوطني الشعبي نعم والحرس البلدي والمقاومين والدفاع الذاتي وتحيات إجلال وإكبار لكل 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 الجزائريين وخاصة 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 اللي راهم في الحراك الوطني ونقول لهم كملوا المسيرة نتاكم سلمية سلمية ونكملوا المسيرة يعني أنتم ستقدمون ملفات الفساد يعني بعد وإن شاء الله بعدها سيكون الخير إن شاء الله سيد خثير زرمان أنت رئيس الأكاديمية الوطنية مكافحة الفساد شكرا جزيلا لك على قبولك الدعوة الله بارك فيكم شكرا وسيد صدق أمين أنت باحث ومحلس سياسي أتيتنا من لندن شكرا جزيلا لك سيد صدق أمين شكرا جزيلا لكم على قبولكم الدعوة شكرا جزيلا وشكرا موصولون لكم أنتم أيضا مشاهدين أفاضل على طيب الإسرائي والمتابعة شكرا جزيلا ونلتقي في الغد إلى اللقاء شكرا جزيلا لكم اشتركوا في القناة